السلام عليكم اليوم سوف نتكلم حول درس جديد وهو درس الثماثل المحوري الثماثل المحوري إذن ماذا نعني بالثماثل المحوري؟ إذن ننتبه جميعا سأحاول شرح هذا الدرس تعرفون تماثل يعني شيئان متماثلان يعني أنهما متطابقان إذن كي أشرح سأخذ هذا الشكل وهو عبارة عن مستطيل هذا الشكل الذي هو عبارة عن مستطيل إذن هذا الشكل سنرى هل له محاور تماثل هل يمكننا أن نحصل من خلاله على شكلين متماثلين سنستعمل طريقة الطي يعني أني سأقوم بطي هذا الشكل بهذه الطريقة ننتبه معي جيدا قمت بطيه بهذه الطريقة بحيث ننتبه حصلت على شكل واحد أصبحت كأني حصلت على شكل واحد تبهوا معي سأفتح هذا الشكل حصلت على مستقيم في الوسط سأقوم برسمه سأرسم هذا الشكل الذي حصلت عليه في الوسط إذن هذا الخط الذي حصلت عليه في الوسط يسمى محور تماثل فهو محور تماثل هذين جزئين بحيث إذا قمت بالطي أحصل على شكلين متماثلين هذا يمثل محور التماثل سأبحث في هذا الشكل هل هناك محور تماثل آخر تبهوا معي سأفعل هكذا وعلى قمت بالطي مرة أخرى بطريقة أخرى ننتبهوا هكذا أكون قد حصلت على محور آخر وأيضا يسمى محور الثماثل هذا هو إذن تبهوا معي محور التماثل كما تلاحظون إذا قمت بالطي بالنسبة لمحور التماثل أحصل على جزئين متطابقان وكأنهما جزء واحد إذن هذا مستطيل حصلنا له على محوري تماثل سأبحث إن كان هناك محور تماثل آخر سأخدم بالطي هكذا ننتبه سأحاول أن أطوي بهذه الطريقة إذن هل حصلت على جزئين متطابقين هل حصلت على جزئين متطابقين إذن هل هذا الخط يمثل محور تماثل لا يمثل محور تماثل فالمستطيل له فقط محورين تماثل عنده فقط محورين نشر شكل آخر اللي هو كتعرفوه وهو ما هو هذا الشكل هو مربع هذا الشكل هو عبارة عن مربع أو مربع سأقوم أيضا بعملية الطي للحصول على محاور الثماثل إذن سأقوم بأول طريقة بهذا الشكل هكذا أكون قد حصلت على جزئين متطابقين وحصلت على أول محور تماثل ها هو في الوسط أرسمه ها هو محور الثماثل الأول ثم أقوم بالطي بهذه الطريقة ها هو حصلت على جزئين متطابقين وأكون قد حصلت على محور تماثل ثالث سأرسمه أيضا ثم أقوم بالطيب هذه الطريقة هكذا وأكون تبهوا راحضوا معي جيدا أكون قد حصلت على محور تماثل آخر سأرسمه وأقوم بالطيب هذه الطريقة أيضا وأكون قد حصلت على محور تماثل رابع ننتبه جميعا فالمربع له عدة محاور تماثل ليس مثل المستطيل المستطيل له فقط محورين أما المربع فله أربعة محاور المربع له أربعة محاور كما تلاحظون في كل مرة كنقوموا بعملية الطيب نحصل على جزئين متماثلين متماثلين يعني متطابقين نفهم؟ إذا ننتبه أعيد الشرحة محور تماثل بطريقة جيد سهلة عندي هنا مثلا سأحاول رسم قطعة قطعة أو سأضع فقط نقاط سأضع نقطة هنا في السفر وسأضع نقطة أخرى هنا في عشر طبعا منتصف الصفر والعشر هو خمسة سأرسم هنا محور تماثل وأكون قد حصلت هنا على نقطتين كيف هما متماثلتين ما معنى متماثلتين؟ يعني أنني إذا قمت بالطي الورقة بهذه الطريقة بالنسبة لمحور تماثل إذا قمت بالطي بالنسبة لمحور تماثل بهذه الطريقة كنحصل على نقطتين فوق بعضهما البعض همتما كما تلاحظون النقطة فوق النقطة هاي النقطة فوق النقطة يعني أن النقطتين تبعدان بنفس المسافة عن محور التماثل النقطتين تبعدان بنفس المسافة عن محور التماثل إذا نفهم لحد الآن إذا سأستمر بشرح تمارين وسنلاحظ هذه الصفحة من كتاب ريادية صفحة 100 صفحة 100 هذه الشغل جميعا لنبحث ونطبق إذا لنبحث ونطبق نطلب مننا أن نتبع هذه المراحل للحصول على متلتين متماثلين بالنسبة لمستقيم إذا نطلب مننا أول شيء نأخذ ورقة ورقة بيضاء عادية ورقة سأخذ ورقة سأتسبع هذه المراحل ها هي ورقة بيضاء ثم نطوي الورقة بجعل الضلعين المتقابلين منطبقين إذا سأخذ ورقة صغيرة إذا سأشغل بورقة كبيرة ها هي ورقة صغيرة سأقوم بطيها بهذه الطريقة ثم سنرسم ونقطع متلت هنا إذا سأرسم متلتا إذا هكذا سأرسم متلتا سأرسم متلتا هنا وسأقوم بتقطيع هذا المتلت هكذا سأقوم بتقطيع هذا المتلت حينما سأفتح الورقة سأكون قد حصلت على محور تماثل وعلى جزئين متماثلين سأكون قد حصلت على محور تماثل وعلى جزئين متماثلين أنا سأقوم بها وقمت في هذا العمل قبل قليل فأخذت ورقة بيضاء أي شغلت بهذا الشكل وأخذت ورقة بيضاء ثم وضعت الشكل ديالي هنا على الورقة البيضاء بهذه الطريقة وقمت برسم محور التماثل باستعمال المستارة رسمت هذا المحور ثم بعد ذلك لم أحرك الورقة من مكانها ورسمت هذا المتلت ثم فتحت الورقة ورسمت المتلت في الجهة الأخرى بهذه الطريقة تابعوا هل تلاحظون إذن الآن أكون قد حصلت على متلتين كيف هما متماثلين لماذا نقول عنهما متماثلين لأنهما يبعدان بنفس المسافة عن محور التماثل هذه أول شيء لهم نفس القياس وإذا قمت بالطي حسب محور التماثل أحصل على إذن سأحاول أن أقوم بالطي أحصل على متلتين متطابقين وكأنهما شكل واحد إذن هكذا إذن تابعوا أكون قد حصلت على متلتين متماثلين سنتأكد من هذا نتبهوا هما الشكلين لاحظوا معي كيف هما متماثلين كأنهما شكل واحد لاحظتم إذن الشكلين كيف هما متماثلين أي وكأنهما شكل واحد إذن سنحاول إنجاز هاد تجربة في المنزل تجربة